أتيت ببعض الصور لأن هناك من تناسى وأرجو من المصورين أن يوجهوا عدسات آلاتهم إلى هذه الصور صورة المجلس ألا يتذكرون صورة أخرى للمجلس ألا يعقلون صورة أخرى للمجلس ألا يفقهون صورة أخرى للمجلس ألا يتذكرون صورة أخرى لمن قابلتهم الدماء تسيل في المجلس نسوا الدماء نسوا ما حصل في هذين السنتين اللتين مرتا دون أن يفعلوا أي شيء سوى المصادقة على بعض المعادات وفي هذه السنة المصادقة على ثلاث مشاريع قوانين لن تنفذه كانت موجهة ضد المقاصد المعلنة لأن الأوامر الترتيبية التي ستخرج لن تخرج أبدا في ذل اختياراتهم أخفالي أنظروا في هذه السور أنظروا جيدا في هذه السور أنظروا جيدا في هذه الأوضاع السائدة في المجلس جئت بهذه السور لأنهم بالأمس يطالبون بالعودة إلى هذه الأوضاع التي كانت قائمة في قصر باردو عنف ودماء وسب وستم وقذف داخل المجلس النيابين هذه صورة لأحدى النائبات بعد أن جاءتها الحماية المدنية لإنقاذها يبدو أن ذاكرتهم قصيرة وأطماؤهم كثيرة وفي هذه الظروف الحالقة وفي هذه الصور المأسوية وهذا قليل قليل من كثير الفقر والبؤس يزدادان يوما بعد يوم وجائحة الكوفيد تحصد الأرواح ومن قيل أنه ممثل للشعب ولا تحدثوا عن الجميع هناك من كانوا صامدين ثابتين ولكن كان هؤلاء ينفقونه كل يوم في الملاهي وفي النزل الملايين وكانت الحقائب المليئة بالأموال من الخارج تدخل كل يوم دون أي تصريح ومع ذلك لا يتورعون عن القول بأنهم يعملونه من أجل تحقيق أهداف الثورة ومحاربة الفساد